الأنشطة والقرارات المالية تختص الإدارة المالية بتخطيط وتنظيم ورقابة الأنشطة المالية للمشروع وفيما يلي عرض مختصر لوظيفتي التخطيط والرقابة المالية أولا التخطيط المالي يتضمن التخطيط المالي عددا من العناصر أهمها ما يلي 1- تحديد الاحتياجات المالية للمشروع في فترة زمنية معينة 2- تحديد مصادر الحصول على الأموال 3- تحديد أوجه استخدام هذه الأموال وفيما يلي مناقشة مختصرة لكل من هذه العناصر أولا تحديد الاحتياجات المالية يتم تحديد احتياجات المشروع من الأموال في فترة زمنية معينة استنادا إلى التقديرات الخاصة بالمبيعات أو الطلب على منتجات المشروع والظروف البيئية المختلفة وما يتطلبه ذلك من طاقات وعمليات ومستلزمات ثانيا تحديد مصادر الحصول على الأموال يمكن تدبير الأموال اللازمة للمشروع إما عن طريق رأس المال المملوك أو عن طريق القروض والديون ثالثا تحديد أوجه استخدام الأموال تقوم الإدارة المالية بتحديد الأوجه التي تستخدم فيها الأموال التي يتم الحصول عليها من مصادرها المختلفة ويمكن التفرق بين نوعين من الاستخدامات بحسب المدة وهي استخدامات في أصول طويلة الأجل ثابتة كالمباني والأثاث والمعدات والسيارات والأصول قصيرة الأجل كالمواد الخام والسلع تامة الصنع والنقدية باء الرقابة المالية تهدف الرقابة المالية إلى التأكد من أن الأموال المتاحة للمشروع تستخدم أفضل استخدام ممكن وذلك من خلال الرقابة على الخطط والموازنات المالية والنقدية السابقة ووضعها والأهداف المحددة بها تتم الرقابة المالية من خلال عدد من الأساليب منها ما يلي 1- الموازنات المالية 2- الموازنات النقدية 3- المراجعة الحسابية والمالية 4- التحليل المالي وبالطبع فإن الرقابة المالية التي تتم باستخدام أي من هذه الأساليب تعتمد على المقارنة بين ما يجب أن يكون عليه الأداء المالي والأداء الفعلي وتحديد الانحرافات وجدت ومعرفت أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها وهناك عدد من النسب أو المعدلات المالية التي تستخدم في مجال الرقابة منها النسب التالية نسبة التداول تساوي الأصول المتداولة تقسيم الخصوم المتداولة نسبة الربحية تساوي الأرباح على المبيعات معدل دوران الأصول يساوي المبيعات على الأصول